أنت كتبت وتكلمت كثيراً عن أهمية الحلفاء للولايات المتحدة فهي بحاجة إليهم ولا تستطيع العمل بمفردها وليس لدينا حليف أقدم ولا أكثر استبرارية من المغرب هل تعتقد أن هذا محل تقدير من واشنطن؟ وكيف يدعم الحلفاء مصالح الولايات المتحدة؟ أرغم أنك قد تلاحظ بعض الفطور في تعاطي إدارة ترامب مع بعض الحلفاء إلا أنه في حالة المغرب هناك ثابت تجاهه كما هو بالنسبة للحلفاء لا التقليديين مثل الأردن انظر كيف كانت ردت فعلنا في كل الحزبين تجاه موضوع التخلي عن الأكراد أعتقد أن المغرب كأقدم حليف لأمريكا في حد ذاته ينتج توافقاً حزبياً بالدخل الأمريكي ورغم أن الكونغرس لا يدير ولا يسير السياسة الخارجية إلا أنه يؤثر لأنه يملك مفاتيح المساعدات المالية طبعاً أنا لا أقلل من دور الكونغرس هنا لكن أعتقد أنه على المغرب أن يواصل العمل مع إدارة الرئيس ترامب لكن بموازاة ذلك العمل مع الكونغرس بكل جناحيه لضمان استمرار هذه القناعة بأهمية الدور المغربي